قال رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أسعد الصادق قال إن التقديرات تشير إلى أن حجم المخلفات الزراعية يقدر بنحو 45 مليون طن سنويا وهذه الكمية الضخمة يمكن أن تستغل في عمليات التصنيع وهو ما يتطلب حصر تلك المخلفات وأماكنها وتوقعها على خريطة تفاعلية جاء ذلك في بيان لمركز المعلومات حول الاجتماع التنصيقي الذي عقده المركز لبحث وضع خريطة استثمارية لتدوير المخلفات الزراعية في مصر أضاف الصادق أن تحديات كيفية استغلال المخلفات الزراعية يساعد في منع التظاهر البيئي وتوفير فرص العمل وتصنيع منتجات ذات عائد اقتصادي متميز أكدت الحكومة أهمية الشراكات بين الدول العربية وقارة إفريقيا في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الإقليمي وخلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي الذي عقد بالرياض شاركت وزيرة التعاون الدولي رنيا المشاط في جلسة نقاشية حول الاستثمار في المستقبل وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن الاستثمارات المستدامة في قارة إفريقيا لا سيما في القطاعات الأكثر أهمية للقارة كالطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ووضحت الوزيرة أن مصر تضع تلك القطاعات على رأس أولوياتها أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين نجاح الهيئة في جذب استثمارات من كبار مشغل الموانئ العالمية لأرصفة الموانئ التي تم تطويرها والتعاقد على تشغيلها بالكامل جاء ذلك خلال استقباله محمد مليكي وزير ثاني التعليم والشؤون الخارجية بدولة سنغافورة لبحث سبل التعاون وأشار جمال الدين إلى أن الهيئة تتعاون مع سنغافورة في قطاعات متنوعة أبرزها الموانئ والخدمات البحرية واللوجستية وأوضح حرص المنطقة الاقتصادية على جذب استثمارات سنغافورية في القطاعات الصناعية المستهدف توطينها داخل الهيئة خاصة قطاعات الطاقة الخضراء والصناعات المتعلقة بها قامت الدولة بجهود كبيرة في قطاع الكهرباء فقد أطلقت مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية في قطاع الكهرباء وضمن جهود الدولة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح فقد تم توقيع أربع مذكرات تفاهم لإنشاء محطات توليد طاقة من الرياح أما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فتم إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية جهود كبيرة قامت بها الدولة في قطاع الكهرباء فقد أطلقت الدولة مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية وتحديث البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي ففي عام 2016 تم اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة بهدف إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنسبة 42% من مصادر إنتاج الكهرباء حتى عام 2030 ولصالح إنشاء مشروعات طاقة متجددة تم تخصيص مساحة تصل إلى 7600 كم مربع فضلاً عن تحديد الرسوم الجمركية على مكونات مشروعات الطاقة المتجددة لتكون 2% بدلاً من 5% وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات التي تخص مكونات مشروعات الطاقة المتجددة لتصل إلى 5% بدلاً من 14% كما تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته ويختص باقتراح الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال وضمن جهود الدولة في توليد الكهرباء من طاقة الرياح تم توقيع أربع مذكرات تفاهم لإنشاء محطات لتوليد طاقة من الرياح تبلغ القدرات من طاقة الرياح 1630 ميجاوات أما توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فقد تم إنشاء مجمع بيمبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات أي ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي لتبلغ القدرات من الطاقة الشمسية حوالي 1770 ميجاوات ترجمة نانسي قنقر في أسواق البترول العامية ارتفعت أسعار النفط قليلا لكنها تتجه لتسجيل الخفاض للإسبوع الثالث مع انحصار المخاوف من الطراب الإمداداتي بسبب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ما يجعل المخاوف حيال الطلب تفرد نفسها من جديد ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت بـ 5 من 10% إلى 80 دولار و 42 سنة للبرميل كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكسس الوسيط الأمريكي 4 من 10% لتصل إلى 76 دولار و 6 سنتات للبرميل و ارتفعت كذلك أسعار المزود عالميا بنسبة 65% لتصل إلى 2.73 دولار للتر و ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 86% لتسجل 3.700 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أسواق السياوية انخفض المؤشر نيكي الياباني بعد ميل التجيد النقدي من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي وفي حين ترجعت بعض الأسهم ذات الثقل بعد نتائج أعمال مخيبة الأمال أنهى المؤشر الجلسة منخفضاً بنسبة 24% بينما عوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسائره المبكرة ليغلق مرتفعاً بنسبة 7 من 10% على مدار الأسبوع سجل المؤشران ارتفاعاً حيث زاد المؤشر نيكي بنسبة 91% وصعد توبكس بنسبة 62% اشتركوا في القناة